يقول تعالى في كتابه العزيز ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الفعل يعض يتعدى إلى المفعول به بنفسه ولا يحتاج حرف جر نقول عض الرجل يديه مباشرة بدون حرف جر فهل حرف الجر على زائد؟ بالطبع لا فكما تعودنا لا زيادة في القرآن ولا نقصان لو قال يوم يعض الظالم يديه فربما عضهما هكذا وهو مرفوع الرأس ولكن كما نعلم فإن حرف الجر على يفيد الاستعلاء استعلاء الرأس على اليد حرف الجر على يرسم حالة الانحناء التي يكون فيها هذا النادم مع حالة الذلة والمهانة والحزن التي يشعر بها لأنه لم يتخذ مع الرسول سبيلا حرف الجر على يرسم هيئته حرف يرسم صورة